كتاب الصلح مسألة لا يجوز أن يفتح نتكلمنا على نولو صنع روشنا مسألة لا يجوز أن يفتح كوة ولا يتد وتدا في حائط الجاري ولا في الحائط المشترك بينه وبين غيره من غير إذن لأن ذلك يوضع في الحائط هو يعني بالنسبة لفتح الكوة النفذة النفذة على حائط الغير على حائط الغير يعني النفذة على حائط الغير لا تكون إلا بعد إذنه فلا يجوز لأنه تعدي على الغير والأصل عندنا في هذه الأبواب أن لا ضرر ولا ولا درار أن لا ضرر ولا ولا درار فإذا صنع فتحة في حائطه هو لكنها تكشف جاره فهذا فيه أغرب وسيأتي إن شاء الله لكن كما قلت لا يجوز أن يفعل ذلك في حائطه في حائط غيره لأنه تعدي عليه ولا في حائط المشترك لأن الحائط المشترك البنى عليه أو غرز الخشبة في الحائط المشترك قد يضعفه فواجب عليه أن يأخذ إذنا أو أن يكون مأذونا له في فعل ذلك ولا يجوز له أن يبني عليه من غير إذن كما لا يجوز أن يحمل على بهيمة غيره بغير إذنه يعني لا يأتي الرجل إلى سيارة جاره فيضع عليه الأغراض ويأخذ السيارة وينتقل بها إلى مكان ينقل هذه الأغراض دون أن يستأذنه هذا تعدي هذا تعدي والله جعله قاله ولا تعتدوا وأيضا القاعدة العامة كما قلنا لا ضرر ولا درار فرع على التأصير العام ولا يجوز أن يجري الماء في أرض غيره ولا على سطحه بغير إذنه طبعا هذا الجديد في المدى والمعتمد لما؟ لأن النظر هنا نظر إلى عدم التعدي ونظر إلى عدم الضرر على الآخرين ونظر أيضا إلى عدم التصرف في ملك الغير إلا بإذن الغير لكن هناك مستثنيات ولذلك القديم أجاز أن يجري الماء على أرض غيره حتى تصل إلى أرضه وإلا ماتت أرضه في هذا الباب لأنه يعني كأنه امتلك قناة لا يمر ماءها إلا إذا مر على أرض الغير في هذا الباب وطبعا هم يستدلون على ذلك بحديث للضحاك نعم ففي القديم إذا ساق رجل عينا أو بئرا فلزمته مؤنة مؤنة ودعته الضرورة إلى إجرائه في ملك غيره يعني في أرض غيره تمر عليه ولم يكن على المجرى في ملك ضرر بين فقد قال بعض أصحابنا يجبر على ذلك تصور المسألة نوشترى قناة هذه قناة تمر بمائها على أرض زيد حتى تصل إلى أرض لا يمكن أن تصل الماء أيصل الماء إلى أرضه إلا بعد المرور على أرض زيد ومرور الماء على أرض زيد لا يفسده مرور الماء على أرض زيد لا يفسده فإن كان قلنا يجبر على ذلك لأنه لا ضرر عليه ولا تعدي وهو يمنع شيئا سيقع ضررا على الآخر والتأصيل العام إزالة الضرر الضرر يزال التأصيل العام الضرر يزال وهذا جاء في حديث الضحاك محمد المسلمة اختلف في خليج أراد الضحاك أن يجريه في أرض محمد ابن مسلمة فامتنع منه فترفع إلى أمير المؤمنين عمر المخطاب رضي الله عنه أرضاه فقال والله لأمرنه ولو على بطنك قال والله لأمرنه ولو على بطنك وهذا عمر المخطاب اشتد في ذلك لأنه لا ضرر عليه عند مرور الماء فلذا يوقفه فيكون الضرر على أخيه والضرر أصالة يزال الضرر أصالة يزال قال والله لأمرنه ولو على بطنك والأول هو المشهور من المذهب الجديد لأنه حمل على ملك الغير فلم يجز إلا بإذنه قلنا نعم هذا التأصيل العام لا يمر إلا بإذنه ولا تصرف في ملك الغير إلا بإذنه لكن إذا كان في ملك الغير سيكون الأمر فيهما فيه من الضرر الذي سيقع على الآخرين فوجب رفع الضرر وإيقاف الضرر وإزالة الضرر أما المعتمد كما قلنا هو الأول ولذلك أولوا ووجهوا الحديث توجيهات بأنه على رسم منه وأجر الماء في أرضي فامتلع منه فلذلك أجبر وأمير المونين فيحتمل أنه كان له رسم هناك الرسم الأثر يعني واسم الدار نعم وهناك مسألة أخرى على نفس التفريع نحن بنقف كما قلنا على التأصيل العام وتأتي الفروع مرتبة مرتبة على هذا الباب مسألة وإن كانت له شجرة في ملكه فانتشرت أغصانها فوق ملك جاره فللجار أن يطالب مالك الشجرة بإزالة من تشر فوق ملكه المعنى بأنه له شجرة لها أغصان فتفرعت واستطالت حتى ذهبت إلى بيت الآخرين ودخلت عليه فهذا في تعدي في الهواء لا في القرار والقاعدة عندنا أن الهواء تابع للقرار أن الهواء تابع للقرار وليس لو أن ينتفع بقرار أرض جاره بغير إذنه فكذلك هواء أرض جاره تابع لقرار أرض جاره فإن لم يزل مالك الشجرة ذلك فلجار أن يزيله عن هواء أرضه ولو بالحاكم ولو بالقطع المعنى تفرعت واستطالت والأغصان نزلت عليه له أن يقطع له أن يقطع أولا لابد أن يرجع إليه أولا ثم بالحاكم ثم يقطعها بيده له ذلك فإن كان من تشر في ملكه لينا يمكنه أن يزيله ذلك عن ملكه من غير قطع لواه لأنه لا ترادر إن استطاع أن يرد عليه بالليل ويضعه في مكانه لا في مكان في مكان الملك صاحبه له ذلك ولا يقطع ولو قطع ضماً لما؟ لأنه رد الضرر يرد الضرر بالأهون فإن فعل غير ذلك يكون قصداً للإضرار والأصل لا ضرر ولا ضرر فإثنيها ويجعلها في مكانه يغلق النافذة وليس إجباراً عليه حتى يجعلها في مجال أو في هواء تابع لقرار صاحب الشجرة نعم فإن قطعه شوف إن قطعه لازمه أرش ما نقصت الشجرة بذلك لأنه متعدم بالقطع قصد الإضرار والأصل لا ضرر ولا ضرر وإن كان يابساً لا يمكنه إزالة ذلك عن ممكن إلا بقطعه له القطع لأنه لا ضرر ولا ضرر الأول قلنا لا يزال الضرر بضرر الضرر لا يزال بالضرر لكن إن كان الضرر لا يزال إلا بذلك أزاله أزاله وإن أراد الجار أن يصالح مالك الشجرة بعوض ليقر ذلك في هواي أرضه فإن كان غير معتمد على حائط لم يجز لأنه أفرد الهواء بالعقد إن كان يابساً وإن كان راطباً لم يجز أيضاً لهذه العلة لأنه يزيد في كل وقت وإن كان الغص معتمداً على حائط الجار لابد أن تعلم أن هذه المسألة هو إفراد الهواء بعقد لا يصح ولأن الهواء تابع تابع للقرار فإن كان راطباً لم يجز لأنه يزيد في كل وقت وإن كان يابساً صح الصلح كما لو صلاحه على وضع خشبة أو خشبه على حائطه وصلاحه على عواط نعم لكن لابد أن يكون معلوماً وفرع على التأصيل إذا كان سطح داره أعلى من سطح دار جاره لم يجبر من على سطحه على بناء إذا كان سطح داره أعلى من سطح دار جاره والآن هو في الدور الأول والثاني يعني بنايته إلى الدور السادس وهو في البناء إلى الدور الثامن أعلى منه لم يجبر من على من على سطحه على بناء سطرة يعني إن كان على سطحه أن يبني سطرة حتى لا يرى ولا يكشف وقال أحمد الإمام أحمد قال يجبر من على سطحه على بناء سطرة لأنه إذا صعد إلى سطحه أشرف على دار جاره قد تظهر العورات والإنسان ممنوع من الانتفاع بملكه على وجه يستضر به غيره كما لا يجوز أن يدق في ملكه ما يهتز به حائطه طيب ما معنى هذا الرجل في الدور الخامس وهذا في الدور الثاني فهو يقول أنت مجبور على أن تبني سطرة أو شيئا يحجبك عني لأنك لو خرجت على سطحك نظرت أسفل فوجدت سطحي ونظرت إلى ما عندي فهنا أولا خروجه على سطحه جائز وسعوده إلى ملكه جائز والتصرف في ملكه جائز لكن لنا نلحظ ملحظ آخر وهو وإن كان جائزا أن يتصرف في ملكه لكن ليس على تصرف قد يضر بالآخرين فإن تحقق الضرر واجب إيقاف هذا التصرف واجب إيقاف التصرف ولو في ملكه لما؟ لأنه سيكون سببا ووسيلة إلى ضرر يقع على الآخرين والوسائل لها أحكام المقاصر نظر جاد صحيح لكن لنا أن نقول إذا صعد في ملكه وسطحه ونظره فالآخر يستطيع أن يصنع روشنا يشعل تندى سترة أو يجعل ستائر تسطر أو يغلق النوافذ تسطر فله أن يفعل ذلك سترا له على ما قال ولا يجبر الآخر على أن يسقط حقا له متواجدا في ملكه ولأنه حاجز بين ملكهما فلا يجبر أحدهما على سترة كالأسفل وما ذكر أو فغير صحيح لأن الأعلى ليس له أن يشرف على الأسفل وإنما يستضر الأسفل بالإشراف عليه دون انتفاعه بملكه ويخالف الدق لأنه يضر ملك الآخرين لأنه لو دق خشباء ستضر بالحالة المشترك بينهما لكن إن صعد على ستحه ولم ينظر إليه لم يستضر الذي في الأسفل منه فلذلك لا نجبره على أن يصنع سترة وما الآخر قلنا على كيفية الخروج من هذا الضرر فرع ويجوز للإنسان أن يبني حماما بين الدور يعني إذا كان عنده دار ودار لها مشرعا أو طريقا ممرا ودار أخرى مقابلة ودار بالجانب الآخر له أن يبني حماما ويتخذ دكان خبز بين العطرين طب الحمام للدخول والخروج ودكان طبعا الخبز ليش اللي هو يعني في عصرنا المشاوي المشاوي طبعا قد يتأذى بها السكان مشاوي الدخان الكثير تخرج هذه المسألة هل له أن يأخذ ذلك ويتخذ ذلك أم لا أما في ملكه ويجوز أن يبني حماما بين الدور يتخذ دكان خبز بين العطرين أحمد أيضا قال لا يصح لا يجوز في إحدى الروايتين عنه وقال بعض أصحاب أبي حنيفة طبعا هو لو نظرنا لكلام أحمد فيه ما فيه من الوجه لما؟ لأنه لو اتخذه فإن الدخان هذا سيدر بالآخرين والحمام فيه دخول وخروج سيدر بالآخرين فالحق أن نقول والضرر كيف يكون في هذا الباب إن فتح النفذة إن وقف ينظر أو الدخول والخروج يضر متى إن كانوا يستشرفون للجيران هذا يكون الضرر فإن منعنا ذلك انتهى الأمر جازا ولذلك نحن نقول بالنسبة للمشاوي هذه نجعل لها يعني مدخنة كما يقولون في المواصيل الكبيرة هذه إلى أعلى البناية ويكون الدخان خارجا إلى السماء نعم فهي در الآخرين وفي المرة نغلق الأبواب عليهم فيدخلون وخرجون دون استشراف أحد فيكون هذا الرجل قد تصرف في الملك وأيضا الضرر المتوقع الذي ينتشر على الآخرين قد نقول يصح تفادي وأن صح تفادي صح اتخاذ الحمام والذكان قال الشيخ أبو حامد ويجوز للإنسان أن يفتح في داره قوة مشرفة على جاره وعلى حريمه ولا يكون للجار منعه لأنه لو أراد رفع جميع الحائط لم يمنع منه فإذا رفع بعضه لم يمنع هذه المسألة ننظر فيها على مسألة الجديد طبعا لما الآن هو لما فتح نافذة أو كوة في شقةه هل تعد على الغير هل تعد على أحد الإجابة لم يتعد على أحد ولم يتعد على الغير لكن قد تكون وسيلة إلى أن النافذة تفتح على النافذة أو ينظر في حريم غيره في بيته قلنا هذا ما لابد منه يعني الرجل لو لم يفتح النافذة في شقةه لا تدخل الشمس يتأذى هو تأذى الأطفال يعني فيه ضرر واقع عليه والنافذة له النافذة له نفعها يعود عليه فكيف نوقفه هذه المسألة المسألة الثانية التي ننظر فيها طب وحريم الآخر قلنا أيضا له أن يستطيع أن يجعل يجعل في النفذة الروشا أو التندأ أو استتائر الغليظة التي تمنع الرؤية أو يجعل زجاجا عكسا بالنهار يجعل زجاجا عكسا إذن هو ما منه لم يغلق النفذة والزجاج العاكس لا يجعله يراه حتى تجلس المرأة براحتها في بيتها ويجلس رجل كذلك فيكون الزجاج عاكس إذا نظر من نفذته لا يرى شيئا ويكون هنا أيضا تفادي للضرر المتوقع الذي يمكن أن يتعدى للغير ولا نوقف ولا نحجر على صاحب الملكة أن يتصرف في ملكه هذه الفروع قد بينا ما أصلها وما لها وما عليها في كتاب الصلح يعني نريد أن نسرع لأننا سندخل بعد ذلك في كتاب الحوالة ثم الضمان وبهذا يعني المعاملات تسير معنا كالماء بفضل من ربنا ونعمة اللهم يسر علينا يا رب العالمين اللهم اختم لنا هذا واختم لنا بعد ذلك بالصالحات وأنت أرحم الراحمين سبحانك اللهم وربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم